طبعاً كلنا عارفين أن تم إيقاف مودل Do You Love Me وتم تفعيل مودل كنافة والقطايف ولامة العيلة على فيلم مغامرات فانتازيا بنجاح علشان كده يلا بينا نشوف الفيلم ده بيقول إيه وبيبدأ الفيلم مع أسرة مكونة من الأب هاورد والأم أميلي والبنت سادني وهما بيتنقلوا المكان جديد يعيشوا فيه اسمه بريتج هولو بعدما سابوا مدينة براكلين اللي كانوا عايشين فيها لكن بيكون واضحة لسادني إنها مش مبسوطة وإنها كانت عايزة تفضل في براكلين علشان صحابها ومدرستها وكده يعني وبنشوف في أول يوم لما دخلوا المدينة وبدأوا يتفاجئوا بحاجات غريبة زي إن فيه تماثيل مرعبة قدام البيوت وهاورد في الأول بيكون خايف لكن سادني بتقوله ده وقت الهالوين ودي حاجة عادية جداً والناس كلها بتحتفل في الوقت ده ولازم أجواء الرعب تكونوا مسيطرة وهاورد بيقولها إنه مش بيحب الهالوين وشغل اللطافة بتاع المقالب ونخض بعض وبومبي وسواريخ وجو رمز جلال ده المهم بعد شوية بيوصلوا وبنشوف هاورد بيسأل سادني وبيقولها لو إحنا تحركنا مع عربية العفش في نفس الوقت ووصلنا قبلهم بدقيقتين يبقى إحنا كده على سرعة كام لو عرفتي المسافة من هنا لبروكلين فبتقوله سادني معلش مع احترامي البرنامج العبقرة الصغار اللي إنت معايشني فيه ده بس تستأزينك أنا دخل أتفرج على البيت وإملي بتقوله هو أنت عشان مدرس كامية عايز البيت على طول مركزة وتدخل صف العلوم اللي إنت بتحبه وتتعلم الكاراتيه اللي إنت برضو بتحبه ما تخليها تعيش لنفسها شوية يا أخي وفي الوقت ده بييجي جار ليهم اسمه سوليفان وبينازي على هاورد وبيرحب به وهاورد بيقوله إنهم جيرينوا الجداد وإن هو لسه بينازي للصناديق بتاعته وسوليفان بيفضل يتكلم معايه على المدينة دي والعادات بتاعتها خصوصا في الهالوين فبيقوله هاورد بصراحة مستغرب الحاجات العبيطة اللي محطوطة قدام البيوت دي وزاي الناس هنا سحلة نفسها في الهبل ده لكن سوليفان بيقفش وبيقوله إنت بتتريق على أزياء الهالوين بتاعتنا أه يا عديم الفرح يا منطفي يا كاره الهالوين فبيسيبه هاورد وهو بيمشي وبنشوف بعد كده هاورد وهو واخد الأسرة بتاعته كلها علشان يتمشوا شوية بالعربية وبيشوفوا إعلانات لمهرجان استينجي جاك متعلقة في كل مكان وفي الطريق بيلاقوا عربية قرع عسل وبينزل منها واحدة اسمها تامي رايس واللي بتبقى قادرة على التحدي والمواجهة لأنها بتقولهم إنها العمدة بتاعت المدينة وكمان بتعلم البيانو وبتشتغل أوبر وده أكبر دليل إن كل الناس نزلت طبقة اجتماعية ومحدش بقى بيشتغل بشهدته المهم بيسألوها عن استينجي جاك اللي اسمه موجود في كل مكان ده فبتقولهم ده أنا عاملة القصة بتاعته على تي شيرت بتاعي حتى بصوا وبتعرفهم إن ده شخصي كان طيب كان حنين بس بقى سفاح كبير وده لإنه كان عايش هنا في القرية دي بس الناس افتروا عليه وقتلوه فبقى يرجع كل هالوين علشان ينتقم منهم كلهم وسيدني بتقول لها يا أمك الصعب رب صحيح أنا همشي بقى وبتسيبهم وبتروح تتمشى في المقابر كده شوية لإن الجنين والكافيهات قصرت معاها فالهانيم عايزة تغير جوي شوية في المقابر المهم بتقابل هناك ثلاث شبان من سنها وبتسألها أنتوا بتعملوا إيه هنا فبيقولولها إن هم بيدوروا على الآيونات والتقلبات في المجال المناطيسي والكلام ده فبيقولهم مش ممكن بتدوروا على أشباح يعني فبيقولولها إيه ده أنت متابعة بقى وبيبدأوا يعرفوها بنفسهم البنتين هم جامي ورامونا والولد ماريو وهم عاملين جمعية صغيرة كده لصيد الأشباح بعد كده بيعرفوا منها إنها لسه سكنة هنا جديد وماريو بيقول لها أنتوا قاعدين في البيت القديم بتاع هوثرن والمفروض إن سيدني تخاف بقى وكده لكن أبسلات لي دي بتتحمس وبتبقى عايزة تكتشف الموضوع أكتر فبيقولولها تاخد منهم الأبليكيشن وتعمل مهمة الكشف عن الأرواح دي بالليل وفعلا بالليل بتدخل وبتفتح أبليكيشن ويجا أيوة هو نفس اسم الفيلم بس دلوقتي بقى أبليكيشن عشان الدنيا بتطور وبتفضل ماشية لحد ما بتدخل قوضة وبتلاقي صندوق وبتفضل تألف الصور وبتشوف فانوس على شكل قرع عسل فبتاخده تحتفظ بيه وبتروح لشان تقول لبابها ومامتها على الموضوع ده وبتقول لهم إن اللي كانت ساكنة هنا اسمها هوثرن لكن بابها بيفضل يتريع عليها وبيقول لها يا بنت انت المفروض تهتمي بالعلوم والاختراعات والكيميا وتسيبك من الحاجات اللي بتتكلمي عنها دي وسيدني بتتدايق وبتقوله أنت مش بتفكر غير في نفسك وعايز نعمل كل الحاجات اللي انت بتحبها مش اللي أنا بحبها عشان كده بتتدايق وبتسيبه وتمشي وتاني يوم بنشوف إن هاورد رايح المدرسة وبيكون ده يوم الهالوين وبيقابل مدير المدرسة السيد فلويد وبيرحب بيه وبياخده علشان يفرجوا معمل الكيميا بتاعه وهاورد بيكون منبهر من المعمل لأنه أكبر من اللي كان شغال فيه في بروكلين لكنه بيتفاجئ بهيكل عظمي لما بيفتح الدولاب وبيفضل يصرخ لأنه بيخاف من الحاجات دي وسيد فلويد بيفضل يضحك وبيقوله معلش أصل الطلب الرخمين بيرحبوا بيك بس فبيقوله هاورد إنه بيخاف من الحاجات دي وبلاش اللطفة والزارفة دي تاني بعدها بنشوفه لما بيخلص المدرسة وبيروح البيت وبيتفاجئ بواحد بيخرج من الشجر بيخضه علشان ياخد منه حلويات وهاورد بيتفزع وبيقوله وبعدين بقى في البلد اللي هتقطع لي الخلف دي امشيالا من هنا ولو شفتك مرة تانية هرش مية بعدها قبل ما بيدخل البيت بيشوف خفاش متعلق على باب البيت بس بيكون خفاش زينة يعني فبياخده وبيكون متضايق من سيدني بنته ولما بيدخل بيلاقيها لمسة لبس الساحرات وجاية تقوله إنها رايحة لصحابها اللي تعرفت عليهم جديد واللي صهرانين في مكان وبتقوله إنها مش بتحب فريق العلوم اللي هي فيه وكان نفسها تدخل فريق البليه وبتولع الفانوس اللي على شكل قرع العسل وهوارد بيتضايق وبيقول لها أنت تجننتي خلاص علشان كده ملكيش خروج وبيطفي الفانوس لكن المشكلة إن الفانوس بينور مرة تانية فبيقول لها آه فهمت أنا الشمع السحر اللي أنت جايبا دا وبيطفيها تاني لكنها بتشتغل تاني فبياخدها يرميها في سلة المهملات لكن سيدني بتقوله إن الفانوس لسه منور وممكن يولع في المهملات كلها وبتروحها لشان تطفيه لكن المفاجأة إنهم بيسمعوا صوت حاجة بتتحرك في الباسكت وبيعرفوا إن الفانوس اللي على شكل قرع عسل دا تحرك ومخرج أشعة لونها أحمر كده أول ما بتلمس الخفاش بتحول الخفاش حقيقي وبيطير كمان وبيفضلوا هم اللي اتنين يزراخوا وبيجروا من الخفاش وبيجيبوا المقاش علشان يضربوه ولا كأنه فار دخل المطبخ فالخفاش بيحس اللي هو أنت جايبين يتهزقوني هنا وتقريبا هاورد بيكسر نص عفش الشقة لحد ما الخفاش بيكسر الإزاز وبيهرب أصلا وبيوصل لمكان فيه إناء كده وبيقرب منه وفجأة بتطلع نفس الأشعة الحمرة دي وبتعدي على كل التماثيل وبتصحيها والتماثيل دي منها اللي بيطير ومنها اللي بيتحرك على الأماكن اللي فيها بشر وبتبقى فيه فوضى كبيرة جدا سعدتك يعني وعلى طوله بيتصل هاورد على آملي اللي بتكون في مهرجان المدينة وبيطامن إنها كويسة وبيقول لها إنه هيروح مع سيدني علشان يكتشفوا إيه اللي بيحصل وفي الوقت ده بنشوف سوليفان جارهم وهو قاعد والأطفال بتيجي علشان تاخد منه حلويات وسوليفان بيقول لهم يقربوا وياخدوا اللي هم عايزينه من الصندوق ولما بيقربوا بيتفاجئوا بتمثال زومبي بيخرج من الصندوق وسوليفان بيفضل يضحك وبيقول لهم إن دي خدعة وكان شكلكم مضحك قوي واهبل يعني وبعد ما بيديهم الحلويات وبيمشوا بيحس سوليفان إن في حركة وصوت وبيشوف قطة من القطة اللي صحيت بفضل التعويزة والقطة دي بتروح تقف في الصندوق وبتخلي الزومبي اللي فيه يصحى وسوليفان بيكون مش مستوعب اللي بيحصل وفاكر إنه تقل في شرب الشويبس أنا ناس شوية لكنه بيقتنع بعد كده بشغل عفركوش ده وبيفضل يسرخ وبيتخرق معاهم فبيسمع هاورد وسيدني وبيخرجوا علشان يساعدوه وبيبضلوا يضربوا في الزومبي الكتير اللي تحركوا وسوليفان هو كمان بيجيب البندقية وبيفضل يصطاد فيهم كل ده بسبب فانوس قرع العسل اللي كان عندهم لكن للأسف مش هيعرفوا يحلوا اللغز ده علشان السيدة هاورد ماتت خلاص فبيرد عليهم سوليفان وبيقولهم ما تروحوا تسألوا حفيدتها فيكتوريا وهي تقول لكم لإنتوا عايزين تعرفوه وفعلا بيروحوا هم الاتنين علشان يزوروا فيكتوريا وبيدخلوا وبيفصلوا لها وبعد محاولات إنهم يخلوها تتكلم بتقول لهم أخيرا إنها حضرة ليلا وهي صغيرة لجدتها وهي جمعة كل السحرة اللي في المدينة وكان معاهم كتاب السحرات وقاعدين مع بعض في جلس التحضير على خفيف كده لحد ما ظهر استينجي جاك وبقى موجود معاهم وعلشان يفضل موجود في العالم الحالي بقى ياخد روح حد تاني العالم الموتى علشان لو حصل جرد وعدوا الأرواح اللي هناك ولا حاجة يلاقوا العدد مظبوط ما هي مش فوضى هي يعني لحد ما في ليلا من ليالي الهالوين قدرت هوثرن إنها تحبسه في الفانوس اللي على شكل قرع عسل ده وبعد ما خلصوا الكلام بيقف هاورد وسيني يتكلموا شوية وبيشوفوا واحد داخل لابس لبس شبح وماسك سلاح طويل في إيده كده فبيقولها هاورد طب والله التنكر حلوي جدا ده أنا كنت هقولك إنه حقيقي وفجأة بيلاقي على إيده عنكبوت ولما بيبص عليه بيقول لسيني إن ده عنكبوت سام جدا من استراليا ولو كان حقيقي كان زماننا اللي رحمنا يعني وبيزوقوا من على إيده بيرميه على الأرض لكنه بيتفاجئ إن العنكبوت بيتحرك وفيه عناكب كتير في المكان من نفس النوع وبأحجام مختلفة والأمور بتخرج عن السيطرة فبيجري على مطبخ وبيعمل تركيبة منظفات بما إنه بتاع كيميا ومتصيط وكده وبيضرب بيها عنكبوت وبيسيحه وبيسأل سيني وبيقول لها المنظفات المنزلية بتتكون من إيه ممكن نستخدمه في إننا نسيح الحشرات فبتقوله لأ مش وقت وخالص أسئلة متفوقين دلوقتي وبديفضلوا يضربوا هما الاتنين في العناكب لحد ما بيخلصوا عليهم لكن بيتفاجئوا إن فيه عنكبوت ضخم جدا بيهجم على هاورد وهاورد بيكون خايف والعنكبوت بيلف عليه الخيوط بتاعته لكن بتظهر سيدني وبتعمل نار علشان تخوف العنكبوت بعدها بيخرجوا هما الاتنين وبيركبوا العربية وهاورد بيقول لها إنه بيخاف من الهالوين بسبب إن فيه حدث حصلت له وهو صغير لما صحابه خلوه ينزل قبو علشان يثبت لهم إنه جريء وكده وساعتها شاف هيكل عظمية كتير وكان خايف لكنه دلوقتي لما لقى إنها في خطر حس إنه نسي كل المخاوف بتاعته دي وتغلب عليها علشان يحميها وسيدني بتشكره على كل اللي بيعملوا علشانها وبتقوله إن بما إن ستينجي جاكت حرر يبقى إحنا عايزين حد صائد للأشباح علشان يقبض عليه فبيروحوا هما الاتنين على صحاب سيدني علشان يطلبوا منهم إنهم يساعدوهم وهورد بيتعرف عليهم وماريو بيقوله إنه قرى مقال عن نت إن الحاجات بتاعت السيدة هوثر نتبعت في مزاد واللي اشتراها واحد اسمه وده تاجر طحف وانتيكات فبتقولهم جيمي إنها شافت سكانر هنا من شوية عند كرنبال الخوف فبيروحوا كلهم على هناك علشان يدوروا عليه لكنهم بيتفاجئوا إن في عدد كبير من التمثيل بتتحركوا بتطريدهم وفي الأول هورد برضو بيكون فاكر إنهم مجرد تنكر وبيعجب باللبس بتاعهم لكن بعد كده بيكتشف الحقيقة وبيفضل يجري وهم يجروا وراه ومن الناحية التانية بنشوف جيمي ورامونا وماريو إنهم وصلوا لسكنر فعلا وسألوه على كتاب التعويز اللي معاه لكنه بيقولهم إنه باعوا الواحد بس المشكلة إنه مش فاكر اسمه إيه بس هو فاكر العنوان بتاعه لإنه كان مميز قوي وبيديهم العنوان اللي بيكون ثلاث ستات شريع قلب وأثناء ما هم بيتكلموا بيجوا سيني وهورد وبيقولوا لهم يجروا بسرعة علشان فيه مهرجين بيتردوهم وبيبضلوا يجروا منهم لحد ما بيتحصروا وبيكونوا خلاص هيموتوا وساعتها بتتقدم سيدني وبتفضل تضرف واحد لحد ما بيموت بيقول لها هورد شفت لما سمعت كلام بوكي وحضرت دروس الكاراتي نفعتك إزاي؟ بعدها بيهربوا برا المكان وبيركبوا عجل علشان يروحوا على عنوان اللي قال لهم عليه سكنر وفعلا بيوصلوا وبيتفاجئوا إنه سيد فلويد مدير المدرسة وبيستغربوا إنه هو ده اللي اشترى كتاب التعويز وكمان بيستغربوا من الشكل اللي هو لابسه ده لكنه بيقولوه من الكتاب عنده جوه وعادي يعني الاوتفاد ده علشان الهالوين لكن بكرة الصبح هيكون مدير مدرسة محترم عايز جدا المهم بيقروا اللي في الكتاب وبيكون باللغة اللاتينية والوحيد اللي بيعرف يقراه هو هاورد وبيكون الكلام عبارة عن التعويز اللي قالتها هوترن علشان تحبس بيها ستينجي جاك لكن أستائم هما بيتكلموا بيتفاجئوا بشوية زومبيس كده داخلين علشان يخلصوا عليهم أوه بيفضلوا يضربوا فيهم علشان يهربوا منهم لكن المشكلة إن الزومبيس دول بيطيروا الكتاب وبينزل في الدفاية وبيتحرق فبيهربوا على طول على القبو وبيكونوا متحصرين من كل اتجاه وهاورد بيقول لبنته إن الهياكلة العظمية دي بتفكروا باليوم المشؤوم اللي حصل معاه هو صغير لكن المرة دي هو موجود معاه بنته وهيدافع عنها بأي شكل علشان كده بيمسك منشار خشب وبيفضل يضرب فيهم واحد واحد وبيخلص عليهم كلهم بس بتفضل مشكلة قدامهم وهي إن محدش حافظ التعويز فبيفكروا في إنهم يروحوا عند مقبرة السيدة هوترن ويحضروا روحها ويسألوها وفعلا بيعملوا كده والسيدة هوترن بتحضر على جسم هاورد وبتقول لهم على التعويزة طب فس كلها ماما قولها طب ست كنس إن أقل نص وبعد ما هوترن بتخلص بتقول لهم أستأذنكو وأروح أموت تاني لو مش هيديقكو يعني أو فعلا بيسيبوها تروح تكمل الموت عايزي جدا وفي الوقت ده بتكون في احتفالات في المدينة والعمدة بتكرم الناس اللي اللبسة أحسن اللبسة تنكوري والجودة وبيتفابقوا كلهم من النور بيقطعوا من المكان كله وبيظهر تمثيل الهالوين كلها وبتروح تحاصر كل الناس اللي كانت بتحضر الاحتفال ده وعلى طول بيتحرك هاورد وسيدني واصحابها وبيروحوا على مكان الاحتفال علشان ينقذوا أهل المدينة وسيدني بتقول لهاورد إن فاضل وقت قليل على نص الليل ولو جي نص الليل وملئناش جاك هيفضل هنا على طول وهياخد أرواح كتير علشان كده بيروحوا يركبوا العربية بتاعت العمدة اللي على شكل قرع عسل دي وبيدوسوا كل التمثيل اللي في وشهم وبيروحوا على البيت علشان عارفين إن أكيد جاك هيبقى هناك ويفتح البوابة بتاعته وفعلا من الناحية التانية بتكون أميلي قعدة في البيت بعد ما رجعت من الاحتفال وبتستجم مع نفسها شوية كأي أم بتفصل عن جزها وعيالها يعني بس بتتفاجئ إنه بيظهر وبيكون عايز ياخدها لكنها بتفضل تصرخ وبتقدر تهرب منه وتستخب وبعد شوية بيوصل هاورد وسيدني على البيت وبيطمنوا أميلي إنهم موجودين علشان يساعدوها وبيكون فيه خفاش عمال يطير في المكان فبيقولها هاورد إنه هيدخل ينقذ ممتها وهي تحارب الخفاش اللي هنا ده وفعلا بيدخل علشان يساعد أميلي لكن جاك بيكون فتح البوابة وعيز ياخد أميلي معاه وبيفضل هاورد يقول التعويزة لكنه بيقولها مرتين وما فيش أي حاجة بتحصل فبتدخل سيدني بعد ما بتكون خلاصت على الخفاش وبتقوله إنه يحاول يقولها مرة تانية ويتأكد إنها المراضي هتنجح وفعلا بيقولها للمرة التالتة والمراضي التعويزة بتنجح وبيتحبس جاك في الفانوس مرة تانية وبيموت كل التمثيل اللي كان بيتحكم فيهم وبترجع للمدينة تعيش في سلام مرة تانية وهاورد بيعزم الأطفال كلها على الأكل وبيقولهم إنه من دلوقتي هيساعد سيدني إنها تعمل الحاجة اللي بتحبها ومش هيجبرها على أي حاجة تاني وبعد ما بيمشوا بتقعد سيدني تتكلم معاه وبتقوله إنهم لو كسروا الفانوس ده ممكن يساعد جاك إنه يتحرر والمراضي ما يعرفوش يجيبوه تاني علشان كده بيقرروا إنهم يحبسوه في صندوق زي مكان ويسيبوا الفانوس جواه لكن بعد ما بيخلصوا بتقع كرة بالغلط والكرة دي بتحرك عجلة والعجلة بتخبط في عصايا والعصايا بتقسر حيطة وبيظهر سناديق تانية كتير ومعنى كده إن المغامرات بتاعتهم لسه ما خلصتش بس الفيلم هو اللي خلص والحكمة بقى اللي احنا طلعنا بها من أم الموال البنبي المساخسخ ده لأ حكمة اللي هناخدها من فيلم التعويز ده أصلي ده إيه كفر ومناش دعوة بيه وشكرا يا فاندم لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك